تحتفل مصر والعالم اليوم باليوم العالمي للاجئين أشرت وزارة الخارجية في بيان لها بهذه المناسبة إلى مؤصلة مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص حيث تستضيف اليوم لاجئ وملتمس لجوء من 62 جنسية مختلفة تعيد مصر في هذه المناسبة التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان تفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لسيبا من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهل الدول المضيفة كما تؤكد مصر على أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يدرك التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة ذلك بالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالجة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين بما يساعد على خلق ظروف مواتية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى دولهم ويحول دون تكرار الأزمات بها